اخ جاك انا بعرف انه انتو مش بس يعني مش بس كلاما انتو ككلية وكخدمة يعني احنا لما نسمع كلية نفكر بس تدريس مع انه الكلية انتو نور في الاراضي المقدسة وفي الكلية طبعا مش بس بتدرسوا لهوتة بتدرسوا لغات بتدرسوا سياحة وعندكو طلاب من كل من كل النوعيات عندكو مسلمين مسيحيين في الكلية وعلاقتكو كتير كتير منيحة مع السلطة عندكو علاقة كتير حلوة مع السلطة الفلسطينية وكمان الكرسات اللي بتعطوها في غزة يعني اكيد هذا نور وصوت يعني مش بس تعليم برضو وكمان الخدمات الاجتماعية مثل الشيبرد سوسيتي خدمة جمعية الراعي وكلها اللي بتساعد مساعدات الانسانية وخدمة المكفوفين يعني خدمات كتير في الضفة حقيقة نعم بتقوموا في دور جبار جدا مش كلاما لكن فعلا وهذا المثل الحلو اللي الممكن الجميع يتعلم منه مش بس يظلوا يتكلم عن المشكلة لكن شو ممكن يساعد حتى يحل المشكلة شاركنا شوي في هذا الموضوع أخ جاك يعني انت حكيتها صحيح أخ نزار يعني أنا اليوم كنت عم بشارك في آية طبعا مع كنيستي وانا بحكي يعني هذا الشي وحبين من كل قلبنا انه نعيشه طبعا شكر لأله انه بحطنا في محل زي بيت لحم وزي قدس وزي غزة اللي الوضع العام الموجود بدفعك ما تستنى وما تكون صامت وما تسكت عن الظلم الموجود وعن الاحتياج الموجود يعني لما اليوم كله عم بحدث في غزة يعني حقيقة اليوم بالزبط احنا أطلقنا حملة حتى نساعد ناس صاروا راجئين عايشين في مدارس في أكل في الشيء بسيطة مزبوط من احنا يعني مجرد انه خدمة بنا نقولهم ان الله بحبهم الله بحب الشعب الفلسطيني الله فعلا معني انه يشوف حياة أفضل لإلهم ولمستقبلهم فرح نساعد في المستشفى رح نساعد في إجراء عمليات لناس تأزوا وهذا الشيء حقيقة يعني لولا نعمة الله علينا والدعوة اللي ما أعطينا إياها حتى نخدم شعبنا كان ما أعطانا هذه النعمة لا مع السلطة ولا مع رئاسة ولا مع أي حدا موجود هنا إلا بسبب حقيقة إيش الله أعطانا حتى نعطي يعني مجانا أعطينا ومجانا رح نعطي لكل إنسان محتاج بغض النظر إن كان مسيحي أو إن كان مسلم لأنه إيماننا إن الله يحب الجميع في آية حقيقة في ميخا في العد القديم النبي ميخا قال آية في الصحاح السادس وعدد الثمانين بقول قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك هذا إيماننا حقيقة هذا الإشي اللي بدفعنا حتى كان من خلال تعليمنا لكل إنسان طبعا إحنا كلية كلية مسيحية كلية إنجلية بتعلم لهوت لكن مش بسيك زي ما أنت حكيت يعني إحنا بنا نحب نوصل لكل فئات الشعب حتى نطورهم حتى نغيرهم حتى نعمل مستقبل لإلهم حتى نساعدهم إلاقوا أشغال وأعمال في وضع صعب يعني اليوم بتلحم بسبب الكورونا وبسبب الوضع اللي إحنا موجودين فيه عم تحكي عن 65% ناس عاطلة عن العمل تخيل في غزة يعني اليوم عم نحكي عن 80% ناس عاطلة عن العمل فيش أشغال فيش إشي يعملوه الفقر يعني مش مفقع يعني صارت أصعب منطقة يمكن من أصعب مناطق العالم اللي إحنا عايشين فيه فأي إشي صغير بنسويه رح يعمل فرق إن كان في حياة طفل إن كان في حياة عيلة كان عملنا فيه مشاريع صغيرة مثلاً بتساعد ناس حتى يعملوها بلا مؤخذة يعني إشي صغير بس ممكن تعطي شخص مثلاً أو إمرأة ماكنة خياطة بتغير كل حياة ممكن تشري لشخص فرن يبلش يخبز ويبيع ويعمل إشي فهي يعني مجرد أعمال الرحمة اللي بنقامن إنه هي دعوة من الرب على حياتنا ككلية مسيحية ككنيسة إنجلية موجودين في وسط الشعب الفلسطيني لأنه هذه الدعوة الموجودة لكل إنسان مسيحي موجود في العالم حقيقة الله يحب الناس والكنيسة لازم تحب الناس